أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أن العلاقات المغربية الأمريكية قائمة على شراكة قوية وطموحة ومتنوعة وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد بوريطا وخلال ندوة صحفية عقدها رفقة كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين عقب محادثات جمعتهم الثلاثاء بالرباط أبرز أن هذه العلاقات تتجسد أيضا من خلال العلاقة الشخصية بين جلالة الملك وفخامة الرئيس جو بايدن منذ لقائهما في مراكش في العام 2016 نجتمع اليوم في إطار تنائي لتعزيز علاقاتنا التنائية شراكتنا هي شراكة قوية قائمة على قيم مشتركة قائمة على مصالح مشتركة قائمة على رؤية متطابقة من جهته جدد كاتب الدولة الأمريكي التأكيد على موقف الولايات المتحدة الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا قال في نفس الإطار إن موقف الولايات المتحدة الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو موقف ثابت منذ إدارات أمريكية متتالية كما أكد كاتب الدولة الأمريكي بهذه المناسبة أن المغرب يعد شريكا قويا للولايات المتحدة على المستوى العالمي معربا عن تقديره البالغ لهذه الشراكة الولايات المتحدة تعتبر هذه الشراكة استراتيجية على اعتبار العلاقة الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين نعمل سويا بشكل مباشر لما فيه صالح بلدين وشعبين في عدة مجالات منها التعاون الأمني ومكافحة التغير المناخي وجائحة كورونا نتدارس اليوم سبل تعزيزها ليس فقط على الصعيد الثنائي لكن بما يشمل مناطق أخرى من العالم ولسيما القرى الإفريقية وفي سياق آخر قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج إن الاتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي يعد رسالة من أجل حل دائم وعادل بمنطقة الشرق الأوسط في إطار حل الدولتين جزيفة موسيقى